بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم وعزائي الطلبة في درس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن مسرحية أوديباس مسرحية لمادة المرحلة الأولى طبعا هذا هو أوديباس شوف شلون دم من عيني رح نعرف فاس القصة شنه هي وشنه فكرتها والأحداث وهذا شنه الصورة هس رح نتحدث عن الملخص بالعربية ذي مسرحية الملك أوديباس طيب خليكم ويايا وتابعوا أول بأول وفهم الأحداث ضروري جدا كان الملك لايوس ملك لمدينة طيبة مدينة اسمها طيبة وملك اسمها لايوس وقد تزوج ولم ينجب تزوج وما عنده أطفال فذهب لمعبد ديلفي معبد يوناني اسمه ديلفي وهذا المعبد عنده نبوآت وعنده هيك أشياء ليعرف حلا لمشكلته لمشكلته اجه حل راح حتي يحل مشكلته فاجه إلى شخص اسمه العرافة هو موجود هس يسمونها بعض الأماكن يسمونها شوافة الله يشافي نشرها اللي هي على تتوقع أنه هي راحة تشوف يعني الله يشافي نشرها وهي كلها كذب وشعوذة وما به غير كل تخيلات وإن عرف أو شيف هذا شيء من الشيطان طيب أنه سينجب ولدا وسوف يقتل أباه ويتزوج أمه طيب إذن حتى أوضح لكم الصورة شخص اسمه أوديباس أول شخص عندنا لايوس اللي هو ملك لمدينة طيبة وهذا الملك قلنا ما يخلف شو سوى راح على المعبد معبد دلفي قال لهم عمي الله يساعدكم أنا ما عندي خلفة شين الحل قالوا له لو ما تخلف أحسن قال لهم لي شكوا قالوا له عمي أخويا العزيز أنت راح تخلف وأبنك اللي هو أوديباس ابن لايوس قالوا يا لايوس يا لايوس ابنك راح يسمى أوديباس راح يجي وراح يقتلك اه اي نعم راح يقتلك وراح يزوج أمه أعوذ بالله فهنا لايوس كلش ضعج لايوس منه لايوس أبو أوديباس فانزعج لايوس لهذه النبوءة ورحل لمنزله وهجر امرأته هجرها ابتعد عنها حتى لا ينجب لحتى لا ينجب منها مرة بفعل كونه مخمورا يوم من الأيام كان مخمور فجاء مع زوجته فحملت زوجته ونزعج طبعا هنا لايوس اللي هو أبو أوديباس مستقبلا ضعج قال لكانك شويت أسر حبلت زوجتي وحملت وراح تخلف وراح تتحقق النبوءة فانتظر حتى تمت ولادتها إذن زوجة لايوس اللي هي أم أوديباس وضعت ابنها فانزعج لخوفهم من النبوءة طيب تمت الولادة وأعد الطفل لحارسه هنا عدنا شخص آخر وهو الحارس وقال للايوس أريدك تقتل هذا الشخص ابتعد عني طيب هذا الحارس أخذه وين وداه وداه الحارس جبل وداه الحارس إلى جبل وهو مقيد بالقلادة مقيد بالقلادة من قدميه مقيدين برجلينه وهذا يفسر سرت اسميته بأوديب التي معناها باليونانية المصفد بالأغلال طيب كلمة أوديباس باليونانية معناها يعني مقيد بالأغلال يعني مجدودة رجلينة يعني من نقول أوديباس باللغة اليونانية ولحد الآن معناها مقيد طيب وبدلا من أن يلقيه في الجبل ليموت تركه لراعي قابله في هذا الجبل وقد أشفق الراعي على الطفل وأخذه لملك وملكة كورثة اللي هنا أوصلنا خلنا أشرح لكم الأحداث أنا ما أعدي مشكلة حتى أسوي لكم درسين عادي بس أهم شي تفهمون الأحداث أشرح لكم من البداية عندنا ملك اسمه لايوس هذا الملك ما يخلف شو سوى راح على المعبد المعبد قال لعمي أنت راح تخلف واحد هذا الواحد اسمه أوديباس وآديباس راح يقتل اقتلك ويتزوج أمه قام يخاف لايوس ابتعد عن زوجته فديوما من الأيام كان شارب خمر وما يدرب روحه جامع زوجته وحملت زوجته وأنجبت طفل الطفل هو هذا اللي هو اسمه أوديباس ليش اسمه أوديباس بمعنى مقلد القدمي لأنه قيدوا رجلينه على مود يموت طيب المنطول نطول الحارس الحارس أخذها وين ودى ودى الراعي هذا الراعي قابله وين بالجبل على الجبل خذ الراعي استخطى وانطى إلى ملك وملكة مدينة كورنثي أو كورثي فهما لا ينجبان طبعا هما هما أيضا ما ينجبان وانطوه هي واعتقد لايوس أنه تخلص من ابنه وتربى الطفل مع الملك والملكة وهو معتقد بأنهما أبواه حتى شبه وأصبح يافعا وظل وظل جرح قدميه على ما من الأصفاد التي فيها وذات يوم كان مع أصحابه فشكوه أنه ابن الملك والملكة فانزعج أوديب فشكوه أنه ابن الملك والملكة فانزعج أوديب ورحل هو الآخر لدولفي للاستضاع الأمر فجاءت إليه النبوة ستقتل أباك وتتزود من أمك طيب أوديبس قلنا راح على مدينة كورفة وأصبح متبنى يعني أخذ أخذ ملك وملكة أوديبس طبعا راح أعطيكم اسماءهم أيضا إن شاء الله يعني بعد شوي أخذوا قالوا له أنت ابنه وربوه بس الناس تدري بينه ومو ابنه بس هو ما متأكد ما يعرف هل هو أبوهم ابنهم أم لا هذا شو سوى صار عنده مشكلة هو وأطفال فقالوا له عيروه يعني قالوا لو كنت بك حاض أبو أم ما عندك فشين السالفة خاف يعني ضاج أبو أم ما عندي هو ما متأكد يعني ما يعرف أن هم ذول أبو أم سمع الناس قالت له ذول مو أبوك وأمك بس هو ما متأكد يعني سوى معلدني يعرف أنه الملك والملكة هم أبو أمه طيب فاللي صار أنه راح على معبد في نفس المعبد اللي راح عليه أبوه وقال له شين الحشي قال له أنت راح تقتل أبوك وتزوج أمك فضاج أوديب وترك مدينة طيبة قال أنا ما راح أنا ما راح أبقى هنا أخاف أقتل أبوي وأمي طيب هو بالحقيقة حاليا هو سكن حاليا ساكن بس ما عنده بطاقة سكن هاي ترى ما بينه بين كل الظحك طيب انتقل من مدينة من مدينة كورثة الملك والملكة على أساس هرب من أبو أمه راح على مدينة طيبة ولكن في الحقيقة هو رجع إلى مدينة طيبة لأنه أبو أمه أصلا هم يعني لايوس اللي هم بطيبة فهو إن راح على أساسه يعتقد بأنه هرب من أبو أمه ولكن في الحقيقة هو رجع إلى أبو أمه الحقيقية حتى ينجو من أن يقتل أبا ويتزوج من أمه إذن هرب منهم حتى ما يقول يا بهذول أبوي وأمي ورحل إلى طيبة وفي الطريق إليها ثلاثة شعب نازعته عربة يجرها رجل بداخلها رجل مسلم وشبهت مشادة بينهم ما في الطريق طيب بالطريق هنا مثل ما تشوفون بهاي الصورة طبعا هذا هو أوديبوس راس مربع وهذا هو أبوه لايوس هذا لايوس هذا لايوس طبعا الفكرة إنه هنا التقوا بمفترق الطرق يعني طرق عليه ثلاثة هاي الطرق فكل من رادي عبر صارت خلاف بينه وبينهم واحد شاجره ويجي هذا قتل هذا الشخص هذا الشخص هو أبوه لكن ما حد يدري هذا ما يعرف بأنه هذا أبوه يعني الملك ما يدري هذا الشخص هو هذا هو لايوس هذا هو أوديبوس وأوديبوس ما يدري هذا أبوه تحققت النبوء الأولى اللي قالوا لهم راح تقتل أبوك إذن حس اللي صار أنه أوديبوس قتل أبوه ولكن لا أوديبوس يدري ولا أبو أوديبوس يعرف لايوس يعرف أنه هذا هو القاتل دخل أطيبة وكانت تسكنها هولة هولة يعني وحش تسأل سؤال غامض وتقتل من يعجز عن الجواب وتشيعه في الأرض الخراب من دخل على هاي المدينة طبعا أوديبوس على مدينة الطيبة اللي صار أنه طبعا هذا هو الوحش اللي مسيطر على المدينة هذا الشخص انطح الزورة انطح الزورة الحزورة شن هي قال أكو شخص أكو شي أكو شخص أكو فتشي يمشي على اثنين دقائق خلأ أقراركم الفلسفة على أربعة يعني أكو فتشي الصباح يمشي على أربعة وفي المساء على ثلاثة في الصباح على أربعة وفي الزورة على أثنين وفي المساء على ثلاثة كانت جواب أوديبوس طفلا يعني هاي الوحش هذا انطح الزورة الحزورة تقول أكو فتشي يمشي على أربعة الصباح والظهر يمشي على أثنين والعصر بالمساء يمشي على ثلاثة فأوديبوس ذكي وعرفه قال الإنسان من يكون صغير يحبي على أربعة بعدين الظهر يعني من يصير بكامل قوته يمشي على أثنيا رجلين أثنيا بعدين من يكبر يمشي على عصة ويصيرا بالأعثر فحلها من حلها من حلها قالوا انت رح تصير الملك وتزوج الملكة طبعا الملكة من هي الملكة في الحقيقة هي أم أديباس وتحققت النبوءة وصار الشي اللي كانوا يخافون من عنده كلهم طبعا هسا لحد الآن ما حد يعرف لا أديباس يعرف بأنه هاي أمة ولا الناس تعرف من هو اللي قتل أبو من هو اللي قتل لايوس ولا لايوس يعني الأحداث ما حد يدير بوحدة بثانية طبعا هنا رح نتوقف إن شاء الله نكمل إن شاء الله بالمحاضرة الجاية شوفكم بخير تقبلوا تحياتي لا تنسو تشتركون بالقناة